اختارت المنظمات الدولية والاسيما اليونسيف والشركاء الفنيون يوم الخامس عشر من اكتوبر من كل عام ليكون اليوم العالمي لغسل اليدين الهدف هو الرفع مستوى الوعي بين الشباب والكبار وكبار السن وباختصار جميع الطبقات الاجتماعية مع التركيز بشكل خاص على الطلاب على ضرورة غسل ايديهم بالماء النظيف والصابون للوقاية من الامراض المرتبطة بنقص النظافة وفي جاد سنحتفل بهذا اليوم على اساس مؤجل في التاسع عشر من اكتوبر العام الفين وثلاثة وعشرين ويهدف يوم التوعية العالمي هذا الى رفع مستوى الوعي وفهم افضل لاهمية غسل اليدين بالماء النظيف والصابون للوقاية من الامراض بفاعلية وسهولة وبالفعل اعلنت الامر المتحدة عام الفين وثمانية السنة الدولية للصرف الصحي خلال الدور العادية الحادية عشر لرؤساء الدول والحكومات التي عقدت في شرم الشيخ بمصر في الفترة من ثلاثين يوليو الى واحد يوليو للعام الفين وثمانية تعد الرفاهية الصحية للسكان جزءا لا يتجزأ من رؤية الرئيس الانتقالي الجنرال محمد إدلد بإتنو ومن واجب جميع اصحاب المصلحة تقديم مساهماتهم في تعزيز النظام الصحي من الذي جعله فعالا وقادرا في الاستجابة لمخاوف المجتمع والموضوع الذي تم اختياره على المستوى العالمي لهذا العام هو الاياد النظيفة في متناول اليد وعلى المستوى الوطني سنحتفل بهذه الدورة السادسة عشر تحت شعار غسل اليدين لفتة بسيطة تمقذ الأرواح ويجب أن تستمر الحملات الإعلامية والتوعوية بمناسبة هذا اليوم على مدار العام لإحداث تغيير حقيقي في السلوك على مستوى المجتمع تساعد نظافة اليدين على تعزيز الوقاية من العدوى ومكافحتها في أماكن الرعاة الصحية وتلعب دورا أساسيا في الحفاظ على الصحة العامة